اخبارية المفصلة من تندوف وموضوع شهري الصيام الذي يتزامن مع ارتفاع مهول في درجات الحرارة بمخيمات لاجئين الصحراويين فإذا كان رمضان هو شهر التوبة والغفان وشهر يتعظم فيه الصباق لنيل باب أميان صباق لا يمنع غنى موائد الإفطار حين يكون الصائم آمنا بالديارة فماذا عن صائم خارج الأوطان قصرا وداخل الحصار مسيما الصيام بمخيمات تندوف حيث ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها صورة تغني عن الوصف ويبقى بصيص الأمل رغم الألم ما يربط هؤلاء بالحياة تقرير فاتحة لامين تندوف المدينة الطاردة ذلك الوصف الذي وجده أهلها لها أنسب فصيفها لهب ألسنته لا تقبل المقاومة فيكون الملاذ خارج حدودها هنا الحديث عن مدينة فيها ما فيها من مقومات عيش كريم على أطرافها تمتد صحراء غابت فيها تلك المقومات فسنت بها قوانين تمنع البنيان لألا يمحو صورة اللجوء الصورة التي رسمتها الجزائر بإتقان فظلت الخيمة هي المأوى وما تأويه بشر جرد آدميتهم فظلوا لأربعة عقود من الزمان مجرد حطب لنار حرب يتلذذ النظام الجزائري في تقليبه يمنة ويسرى الصحراويون والمأساة وترين لربابة واحدة تعزف عليها الجزائر سنفونية البقاء فلا استمرار للمأساة دون الصحراويين ولا وجود للصحراويين بتندوف دون المأساة والمعاناة فهي تشكيلة تعدد تلوانها لتنتج لوحة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها ليجبر مواطنون أبرياء على لقاء مصيرهم بدل تقريره يشح الماء ويقل الغذاء فتقل فرص الحياة المنعدمة أصلا فحين تغيب الكرم لا يمكن الحديث عن حياة وإن وجدت يرحل صيف ويأتي آخر وبين كل صيف وصيف يستعد الصحراويون للقاء المصير وتظل الجزائر تتغنى بتقرير المصير وغير بعيد عن مخيمات تندوف أصفرت